بالفتر الماضي إجاني كثير أسئلة من طلاب باكالوريا طلابنا وين يفوتوا هندس المعمارية وفي عندهم عدة مخاوف وأسئلة حابين أن نجاوب عليها خلال هذا الفيديو لهيك جمعات أكتر أسئلة متكررة بين الطلاب وحاول جاوب عليها بشكل مختصر خلال هذا الفيديو وفي كثير من الأسئلة ما حاجة جاوب عليها خلال هذا الفيديو لأنه فعلا جاوبنا عليها مسبقا عملنا فيديو شو يعني عمارة وعملنا فيديو تاني بحكى عن فحص القبول فهدون الفيديوهين جاوبنا على عدد من الأسئلة المتكررة أيضا أحد الأسئلة اللي إجتني أنه عم يسألوا الطلاب أنه نحن منخاف ما تجي هنا أفكار يعني عم نشوف شغل طلاب سنة ثالثة ورابعة وخامسة وعم نخاف أنه نحن ما نحسن نشتغل هذا الشي خليني إنلك أنه هذا الشي جدا طبيعي أنا شخصيا كنت خايف جدا من هذا الموضوع يعني كنت شايف حتى مشاريع سنة أولى فقط وكنت خاف أنه ما يطلع معي اشتغل هذا الشي بالنهاية خلي ببالك شغله إنه هو قضى سنة كامل حتى تشتغل هذا المشروع اللي إنت عم تشوفه واللي خايف إنه ما تشتغله وشي طبيعي قبل ما تفوث هندسة معمارية ما تحسن تشتغله ولا تفهمه وإلا لين إحنا عم ندرس خمس سنين العمارة فيه جوانب بيقوله إنه الواحد إذا شخصيته معمارية ممكن يأبدع ويعمل ويساوي وفيه تحليل شخصية اسمه الشخصية معمارية لكن بالنهاية العامل الأكبر هو الممارسة طالما إن تناوي إنك تشتغل وتتعلم فما حد يحسن يوقف الطريقة وبتحسن فعلا تتعلم بجوزة ترتب زل جهد أكتر من غيرك لكن بالنهاية حتتعلم فهي المخاوف مجرد ما فتت وبلشت تتعلم حتى نقامل قدامك وللعلم هي المخاوف تتكرر عندك حتى وقت تصير سنة ثانية أو ثالثة أو رابعة يعني كل سنة بتشوف السنة اللي بعدها هي أصعب وشي ما عم تفهمه بس تتفوت بتلاقي الموضوع سليسو بيمشي معاك فهذا شي طبيعي متعرض له بحياتنا لاقي موقف ما بنعرفه السؤال الثاني الإيجاني إنه نحن ما عنا موهبة الرسم شو ساوي صرت حالك كتير إنه الرسم ما هي الأساس وحكينا إنه فحص القبول أساسا في كتير بلدان لغته تماما لأنه لقيت إنه هو فعلا ما كتير إلو طعنة العمارة هي أشمل من الرسم وأشمل من البرامج وأشمل من اللابتوب وهي القصص هي فيها رسم وبرامج وهي الموضوع كلها لكن هي مو بس رسم والرسم برجاء بعيد وكنت عامل فيديو خصوصي على هالموضوع إنه الرسم ما هي فقط موهبة هي بتعتمد على الممارسة أكتر شخصيا أنا ما كنت بعرفة أرسم أبدا والموضوع اللي كنت أرسمها هي مواضيع جدا بسيطة اللي نكتنا نرسمهم بالمدرسة وما تعلمت الرسم للسنة الثانية والثالثة وتعلمت بجهة شخصي وتعلم ذاتي فهذا الموضوع أيضا ما بيخويه وموضوع جدا سليست وعم حاول نشتغل على هاي القنالة حتى إذا صار وفتة هندسة معمارية ورب العالمين يسر لك فحتلاقي هون محتوى كتير بفيدك لتتعلم الرسم من الأسئلة اللي كتير إجتنا هي عن اللابتوب إنه أنا شو المواصفات اللي بديهاها واللابتوب إماك بعتازه اللابتوب ما بتعتازه بشكل فعلي للسنة الثالثة يعني للسنة الثالثة كتير حتشتغل على اللابتوب أما بالسنة الأولى والثانية فشغلك حيكون يدوي أكتر ما يكون على اللابتوب وحتى لو كان بإمكانك تجيب اللابتوب أنا ما بنصحك تشتري من السنة الأولى أو الثانية يعني على الأقل سنة نص السنة الثانية أو آخر الثانية السنة الأولى والثانية عطيهم حق لأنك تتعلم الرسم وتتعلم الأمور الأساسية بالعمارة بس الجيب اللابتوب غالبا حتتشغل بموضوع البرامج كتير وهذا حيكون على حساب إنك حتنسى الرسم وشغرات الثانية فخلي لكل شغري إلى وقته وبالنسبة لمواصفات اللابتوبات فاللابتوبات اللي بنعتازها بالعمارة صراحة مواصفات عالية وغالبا اللي بقولوا عليها الجيمينج دي كل رامات عالية وكرت شاشة وهارد وهي الموضوع كلها وصعب أني جاوب على هذا السؤال بالتفصيل خلال هذا الفيديو ولكن ممكن نحكي عليه في فيديو قادم عن مواصفات اللابتوب اللي بناياها ومن الأسئلة اللي اجتني وصراحة هذا السؤال كتير بعنيني لأنه أنا من الأشخاص اللي كنت عالم هذا الموضوع أنه عندي شغل فكيف دي مشي بين شغلي وبين الهندس المعمارية صراحة هذا الموضوع جدا صعب صعب حسب طبيعة الشغلة حتشتغله يعني إذا عندك معارف وعندك ناس وقريبين ممكن تشتغل عندهم ويراء ووضعك فهذا الموضوع جدا مريح أما إذا حتشتغل عند ناس ومصالح وخاصة مثل مصالح الأكل واللي لازم تكون متواجد دوما بالشغل فغالبا هون حيصير في مشاكل بينك وبين صاحب الشغل لأنه بالهندس المعمارية حتضطر كثير تكون بالجامعة وأغلب دوامنا هو دوام عملي فلازم تكون موجود خلال الجامعة لكن في شغلة مبشرة أنه بس تفوت هندس المعمارية ممكن تلاقي شغلة تمشي حالك فيه خلال سنين الدراسة مثل الرسم أو حتى البرامج وهذا مجال صراحة كثير من الطلاب عم يشتغلوا فيه هو موضوع الكورسات أنه أنت بتتعلم مهارة وتحاول تأبدع فيها وتطلع فيها شي جديد وبتصير بتجيب من طلاب الجامعة وتعطي كورسات صحيح أنه هذا الموضوع فتح باب لناس أبداً ممتمكنين من الأشياء اللي عم يرسوها وصرت الشغلة جداً سايبة لكن بنفس الوقت فتح الباب لناس فعلاً تشتغل وتأمن مصروفه وما تضطر وتعتاز تاخد من ناس غيره وبالنهاية الموضوع هو ديسوي من رب العالمين بس خلي ببالك أنه فعلاً العمارة إلى مصروف وأكبر مصروف فيها هو اللابتوب ومن الأسئلة اللي كثير بتجييني وخاصة بدورات فحصة بقبول أنه العمارة واسطة يعني ما بيفوت عليها لكن من عنده واسطة صراحة أنا شخصياً ما جبت واسطة وكل الناس اللي بعرفها حوالي ما جابوا واسطة وعندك ألف طالب عم يأدمع أكلية الهندسة المعمارية معقول الألف عنده واسطة صراحة هذا السؤال ما كتير بحس نجاوب عليه وما بعرف جوابه بشكل كامل لكن أنا اللي بعرفه أنه ممكن تفوت بدون واسطة العمارة فيها رياضيات كثير وفيزياء العمارة صح فيها كم مادة الرياضيات ومتعلقين بالمدني أكثر وفيه كم مادة فيزياء لكن هي مواد بتمرق معنا خلال السنين كل سنة مادة ومادتين وهي مواد ما لا أساسية عندنا بالهندسة المعمارية لكن لازم ناخدها وناخد فكرة عنها مشاول المدني والكهرباء وهي الموضوع التاني وهي مواد بتمرق مثل أي مواد تاني فإذا كنا نضعف بالرياضيات ستعاني من صعوبة خلال هاي المواد ويكتر مكررة أنه الفرق بين المهندس المدني والمهندس المعماري وللصراحة كثير طلاب يفوتوا وما بيعرفوا شو الفرق بين المدني والمعماري وممكن نجاوب على هذا السؤال نعتزل على الفيديو كامل وإذا كنا بتعليوتيوب شو الفرق بين المدني والمعماري فهتلاقي كثير فديوهات وكثير مهندسين حاكين عن هذا الموضوع ممكن تستفيد منه لكن ببساطة المعماري هو اللي بيخططت وهو اللي بيكون عنده مشروع في المرحلة الأولى يعني اللزبون بيتواصل مع الشركة أو مع المهندس المعماري والمهندس المعماري بيشوف شو بده هاد اللزبون وبيحاول يصمم على الشي اللي بده ياه والشي الصحيح والفكرة اللي عند المهندس المعماري وبعد ما يخلص المهندس المعماري بيقدم الشغل اللي طلع معه من خلال مخططاته وبيعطيها للمهندس المدني المهندس المدني بيتملش الاحسابات عنده والرياضيات والفيزياء وبيشوف انه هاد البناء قد بده يتحمل ضغط وقد بده يتحمل حمولات وشو لازم يكون نوع الحديد وقد لازم تكون سماخة الحية وسماخة العمود وهي الأمور كلها يعني كتصميم وكفكر أكتر هو عند المعمارة وكحسابات هي عند المهندس المدني لكن شغلها ما بينفصل عن بعض أبدا لازم المهندس المعماري يكون موجود ليطلع المدني والمدني موجود ليطلع المعماري هاي الأكتر الأسئلة اللي إجتني وإذا كان عنكم أسئلة تانية ما جاوبت عليها وما لقيتوا أجوبتها بالفيديوهات الماضية فاكتبوها بالتعليقات وإن شاء الله بحاول جاوب عبائي الأسئلة والسلام عليكم